أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سنار تانيوم لحنا نعلمكم تعملوا كنزة لطفل عمره سنتين ونصف أو طفلة طبعا أول شيء سماكة الخيط في إلى دور بالشغل الصوف يعني إذا الخيط تخين بدأ تكون القطب قليلة وإذا الخيط رفية بدأ تكون القطب كثيرة هلا هذا الخيط بنعاد وسط لحنا نبدأ أول شيء بالكمة بنحتاج تقريبا 26 قطبة كبداية للكم هلا بنعملون اثنين هلا لي ما بيعرف يشتغل ممكن يتعلم معنا البداية بهالطريقة منلف الخيط على الإبهام ومندخله بالسنارة ومنعمل لفة من تحت لحتى يصيروا 26 قطبة بعدين بنربط الخيط وبنبدأ بالشغل الريب بنربط الخيط ربطتين هلا لحنا في عنا موديل البداية عدة موديلات بس أنا على طول بحب أعمل قطبة وش قطبة بدي أعملكون حلقة بس عن البداية تبع الصوف نعمل قطبة لفوق وقطبة لتحت طبعا هذا الشي بنا نعمله تقريبا شيء ست سبع دوار مش عن بداية الكيم ما تلف هو دايما عنا اول دور بيبقى شوي صعب كون لسا على القطب ما اخذت راحتها على السنانير خلصت انا اول دور هلا هون بدنا ننتبه انه هاي القطبة اللي مثل السنبلة بدت تكون الشكتها تها الطريقة عشان يطلعوا كل القطة مثل بعض والتانية لتحت هاي منشكها لفوق منسحبها وهاي منلتحت ومنسحبها من هون انا دايما بحب الكمة يكون عريضة شوي مشان الولاد الصغار التليح اللي احنا عم نلبسهم ونشلحهم لانه الشي بداية الاطفال كمان نشغل بهالطريقة قدة دوار بعدين منبلش الشغل العادي ونعلمكم كيف نعمل لزيادة تبع الكمة هلا انا عملت هون 8 دوار هلا كيف منعد الدوار منعدهم من هون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة او اللي عسل نارت معني هلا انتم ممكن تعملوا ستة مثلا هالقد يعني قد ما بتحبوا فيه ناس بتحب تعملها عشرة او اتناش يعني الادوار هي على حسب الرغبة هلا احنا شبنا نعمل مشان تطلع الكمة زابطة بدنا نحاول بكل كام دور نضيف قطبة القطبة في عنا طريقتين للزيادة يا اما مناخدها من هون منلف الخيط ومنطلعها بنكون زدنا قطبة او من هاي القطبة بنكبرها شوي ومنلف الخيط ومنطلعها من هون وهي الطريقة افضل لما بيكون الخيط يعني تخين ما بتعد تعمل فراغ منكمل الدور للاخر ومنعمل كمان زيادة باخر الدور اخر قطبة من هون منزيدها نكبرها شوي بايدنا ونطلعها من هون هلا لاحنا تحدد عنا هلا هون صار الوش هلا هذا الدور يبنا نعمله بديكون افا نشتغل هادة الدور هلا بنشتغل تقريبا شي ستة دوار بنروح ومنرجع ما بنعمل شي بعد ستة دوار بنرجع بنفس الطريقة منزيد من الاول الشغل وطبة من الاخير هلا انا هون خلصت ستة دوار متل ما نكون شعر فيه بنرجع كمان بنفس الطريقة منزيد من بداية الدور قطبة ومن نهاية الدور قطبة كمان من هون بنفس الطريقة بدنا نظل نعمل هالشغلة هاي لحتى نوصل لتحت القبط من نوقف بعدين وهال الطريقة يعني بتصير للكنزات الكبار ونفس الطريقة يعني تبع الاطفال بس بيفرق انه منعمل من انتحت قطب اكتار ومنعملها اطوال هلا هو يفضل واتواحد بيشتغل الكمام كمان انه يشتغل الكمتين مع بعض لانه منزيد باول كمة كمان منزيد بالتانية يعني بيكون اريح اللي عم يشتغل انه يكونوا يمشي الكمتين الاثنين مع بعض يشتغلون حلا بس نوصل لحنا هون لاخر الدور هذا كمان منزيد اطوال مشان يطلع الطرف اليمين مثل الطرف اليسار من هون نكبرها شوي ندخلها بس النارة بنشتغلها بنت هنضل نشتغل هالطريقة انه كل ست دوار هلا ممكن ازا حسيتوا عريضة مثلا ممكن مو كل ست دوار ممكن تعملوا كل ثماني او عشرة تزيدوا قطبة من اليمين وقطبة من اليسار لحتى توصلوا تحت البط هلا انا ساويت طول الكن بهذا الطول طبعا انتم ممكن تعملوا اقصر شوي اطول شوي على حسب متل ما قلنا بتحطوا الكن تحت البط وبتاخدوا هادا الافا هادا الوش هلا متل ما قلنا انه كل ست دوار زدنا قطبة بتبين معنى انه في زيادة هلا لحنا نعلمكم بقى الحفرة هلا هدول بعتبعها للقطة بتخينة بتنعاد لحنقيم اول شي ثلاثة من كل طرف ثلاثة بهالطريقة بنقله بقطبة فوق قطة هاي القطبة التانية التنقيس القطة بيكون من اول الدور دايما يعني هلا هادا بنرجع فيه يعني نكمله للاخير ونرجع من اول خلص الدور هلا الطرف التعني كمعا من هون بنختم ثلاثة اطاب كمعا بنفس الطريقة بس طبعا هون ما بنقدر نختمهم باطبة الافا بنا نختمهم نختمهم باطبة الوش بهالطريقة متل ومنرجع كمعا هلا منكمل الدور لاخره هلا انا عقمت من هون التلاتة هلا ازا الخيط ارفع بتقيمه اربعة وبيبقوا تنقيس القطة يعني اول شي اربعة تلاتة اتنين بعدين منبلش واحدة واحدة من كل طرف هلا عدا بدي ارجع فيه للاخير ومن اول الدور بدي اقيم قطة هلا من اوله من هون كمعا من قيم اتنين منكمل الدور منكمل هذا الدور كمعا هلا من اول الدور اللي ننبلشه كمعا من قيم تنتين وبعدين واحدة واحدة لحتى تكمل الحفرة تبع الكيم للاخير هلا هذا الدور من كمعا نتعني من قيم تبطين منرجع كمعا فيه عادي للاخير هلا بداية كل دور من قيم قطة واحدة بس وشغل الكمة يعني مسلي وحلو ليش انه الدور بنقص قطة قطة بصير او عمل تخلص الكمة من فوق هلا امنا اول شي طلعت اثنين واحدة هلا هون طلعت اثنين هلا بنبلش من الطرف القفة كمعا من قيم واحدة واحدة لحتى تقريبا نخلصوا القطة مثل ما عاكم شايفين هلا تقريبا نحن نخلص هلا فوق ضل عنا 16 قطة مشان تطلع من هون مدورة بنرجع نقيم من كل طرف قطبتين قطبتين بنفس الطريقة اللي عملناها بالفداية الحفرة واحدة بعدين يلي بيضلوا القطة بنختمهم كلهم دفع واحدة مع بعض هلا كمان بالدور القفة بنقيم اثنين على طول بنقيم قطب من الوش وقطب نفسهم من القفة عشان تطلع متناظر الشغل معنا يعني الطرفين مثل بعضهم يكونوا الوش والقفة كمان هلا منقيم قطبتين من بداية هذا الدور ومن بداية الدور القفة كمان هلا منقيم قطبتين من هون يعني من كل طرف قمنا اربع قطب على مرحلتين اثنين باثنين هلا منكمل هاد وهدول القطب اللي بيضلوا على السنارة بنختمهم كلهم مع بعض بنكون خلصنا الكمة الاولى بنعمل بتاني بس انتو يفضل انو تعملوا الكمتين مع بعض هلا منختم هادول كلهم ومنقطع الخيط بهالطريقة نحط يخلصوا كل القطع هلا اخر قطبة بنختمع بهالطريقة اذا ما نحب نعمل قطبة زيادة فوقها عشان نتمكن ومنقطع الخيط هلا خلصنا ان شاء الله يعجبكم هادا الشرق ونكمل الكنزة بجزء التاني مشان ما يطلع الفيديو كتير طويل عليكم لاك للفيديو لاك لصفحتي على الفيسبوك اشتركوا في قناتي على اليوتيوب الى اللقاق اهلا وسهلا بكم هلا بنا نعلمكم تتمت الكنزة نحن نعمل قطعة هلا طبع الصدر منحتاج تقريبا اكتر من 40 قطبة يعني ممكن نعمل اربعة واربين ستة واربين اتماعنا واربين قطبة هيك على حسب كمان طخن الصوفي اللي عندكم اذا رفيه بتعملوا خمسين نحن نعدهم هلا مع بعض ونبدأ البداية اللي بنا نعملها متل ما عملنا الكمية نفس الريب هو الريب في له انواع في قطبطين قطبطين يعني من خالفهم نبقى منعلمكم هادول بفيديو خاص فيهم هلا انا اللي حاعمل هون تقريبا اربعة واربعين قطبة وارجع لكم اعملت اربعة واربعين قطبة هلا نعمل نفس طريقة الكمة بالبداية قطبة وش قطبة قفة تقريبا نعمل 8 دوار او ممكن 6 يعني عدة دوار من نعمل انتوا ع حسب الرغبة في ناس بتحب البداية تكون عريضة يعني ممكن تعملوا قد ما بتكون دوار من البداية بيشوه دول كمان البدايات موضة هلا بعد ما بتشتغلوا طول الكنزة اللي بتحبوها انا اشتغلت تقريبا شبر واربع اصابة هلا انا اللي حعلمكم كيف تعملوا الكنزة بما بنا نشتغل على هدول مش هنكسب الوقت هلا اللي احنا عنا اربعة واربعين قطبة وبنا ناخد النصون تقريبا 22 بنا نقسموهم بالنص هلا قد ما بيكون عندكم قطة بكون تقسموهم بالنص لانه انا من هون بدي اعمل فتحة للكنزة وعليها زرار هلا الـ 22 قطبة هدول بنا نقسموهم 3 اقصام في عنا جزء من هون لحفرة الابة وفي عنا الكتاف وفي عنا الحفرة تبع تحت الابط بدنا نقسموهم بطريقة يعني يكونو متناسقين فيها هلا اول شي من منا حفرة تحت الابط لحن نخلي 6 قطاب والابة لحن نخليها 6 و 10 قطاب للكتاف الستة تبع تحت الابط لحن نعملوه متدرجين اول شي ثلاثة بعدين اثنين واحدة تبع حفرة الابة وقت نوصل لبعلمكم كيف كنت تعملوه لحن نبدأ هلا من الحفرة تبع تحت الابط يعني لحن هلا تقريبا هون صرنا هلا لحن نبلش بالحفرة بعدين منكمل الشغل على هاي على الكنزة يعني هلا اول شي لحن نختم ثلاث قطاب لحن نختم ثلاث قطاب لحن نختم ثلاث قطاب هاي اول واحدة هاي اثنين وهي التعدي ومنكمل الدور لعند قبل الاثنين وعشر ما نوصل ما نشغل هلا 18 قطاب هلا انا لحقدة 18 وارجع لكم هلا هون بنا نعمل مثل هدول مثل هون مثل الريب يعني مثل البداية مش عم ما يلفلف الشغل من محل الفتحة طبع الزرار هلا لحنا بدنا نتكون اول قطبة هاي رقم اثنين وعشر تكون وش منعد من هون وش افا وش افا معناتها القطبة ما نعملها افا نقلي بالخيط هلا انا عملت هون اربع قطاب انتو ممكن تعملوا خمسة او ستة يعني على حسب ما بتحبو هلا ما عم نكمل هدول منخليهم بالسنارة منقلة بالشغل هون هلا القطبة اللي كانت معنا وش هلا بنا نشتغلها افا هون منقلة بالخيط نعمل وش منشتغل لاخر الدور هاي افا هدول الاربع اللي حددنا هون منشتغل افا لاخر الدور وبعدين منخدم قطبطين وصلت لاخر قطبة هلا منقيم من هون بقى قطبطين نحزفون وشان يطلع عنا الحفرة متدرجة هاي واحدة هاي اثنين هلا كمان بوصل لاخر الدور وبرجع بقيم قطبة من هون وطبعا هدول دائما بدنا نشتغلون وش افا وش افا وش افا هدول اللي بنعملون هلا قسم لحالو هلا منلكون كيف هلا بدي ام قطبة نكمل الدور هلا لحنا هوم نعمل العروة بهذا الطرف نشتغل اول قطبة والتعني والتعالد بنشتغلون قطبة وش قطبة افا بنقلوا بالقطبة بها الطريقة وش هنصير عنا هون فتحة بنشتغل اخر قطبة بنرجع اول قطبة افا وش هلا محل القطبة اللي ختمناها بدنا نضيفها بنعمل لفي على الابهام تبعنا ندخلها بس نارا بها الطريقة بنشتغل قطبة الوش ونكمل الدور هلا بس نصل الاخير ونرجع بنقلكون شو بنا نعمل به القطبة هلأ هاي الحفرة خلصة بتطلع متدرجة مثل ما نكون شايفين هلأ منرجع بهذا الدور مشان نكمل شغل بالعروة أنا بحتاج هون هلأ عروتين بعد ما نخلص من شغل هاي العروة منعد 6 دوار بنعمل العروة الثانية بعدين بنحفر الأبة هدول شغل عادي هلأ بنوصل لهون هلأ أول قطبة قفة بنعملها مثل ما هي قفة هاي القطبة بتجي ويش وهي قفة يعني بنحافظ على نفس ترتيب هدول القطبة بكل الشغل مشان تطلع حلوة هاي العروة هون صارت هلأ بدي اشتغل أنا 6 دوار وأعمل عروة بعدين بدي احفر الأبة هلأ أنا هادا الطرف كملتو مشان الوقت هلأ أنا تقريبا وصلت معكن لهون بالشغل هلأ تشتغلوا 6 دوار بتعملوا العروة الثانية مشان الزر الثاني أنا بدي اكمل هادا الجزء بالطرف الثاني مشان تتعلموا كيف كون تعملوا الطرف الثاني هلأ البداية أول شي مشان تطلع هلأ القلبة تبع الكنزة يعني طرف فوق طرف نشكل من هون القطاب، ننعمل أربعة، واحد، نين، تلاتة، أربعة، بها الطريقة نجيب الخيط هلأ ندخلوا بهاي القطاب نلفوا على السنارة نطلعوا من هون بها الطريقة بعد ما نطلعوا نربطوا نربطوا عشان معا يفلطوا القطاب نعملوا ربطين فوق بعض ومنشتغل عادي هلأ بس أول شي هون نربطوا القطاب نعمل قطابة وش يعني هي هاي اللي شكيناها بعدين قطابة القفا نعمل قطابة وش 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 والقفا ونكمل الدور للآخر يعني نحن هلأ بتكميل الدور صرنا هون هلأ أنا وصلت على حفرة الأببه اللي هون هاي الحفرة الثانية وهي الحفرة الأولى هدول الاتنين بنكونوا مثل بعض يعني هون عملنا ثلاثة، 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 واحد هلأ هون وشان حفرة الأببه كمع بدنا نحفر ست قطاب أول أربع من ناخدهم مع بعض قطبة قطبة وبعدين قطبتين لحالهم بصير معنا ستة طبعا إذا عم نشتغل لالكبار بيكون في قطاب أكتر ممكن قيم ثلاثة، 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 واحد كمع تطلع مدورة هون هلأ نحن بلش أول شي هون طبعا إنا هون عملت كمع العروة الثانية صار عنا عروبتين شان حط هون زرين إذا بتحبوا كمع انتو تعملوا مثلا هون زر أو هون زر يعني ما بتشغلوا ستة واربع دين بتعملوا العروة ممكن تشغلوا أربع وتحبتوا زر كل أربع أو كل ثلاثة هاي بتبقى يعني على حسب رغبتكم هلأ هون بدنا نعمل الحفرة تبع الأببه أول شي نشتغل القطب هدول تبع البداية الطرف بنشتغلون ريب يعني قطبة وش قطبة أفا وكمع بدنا نختمون قطبة وش قطبة أفا هلأ هون قطبة وش منقلبها هلأ هاي قفة منقله بالخيط بنشتغلها قفة ومنقلبها هلأ القطب تبع الوش قفة خلصوا بنرجع بالدور نحن هلأ أنا هون ختمت ثلاثة هاي كمان هلأ الرابعة هلأ خلصوا ممكن هاي ما اللي بقى خليها يعني مع الكتف يلي بيزيدوا من الحفرة الأبة بنختمون مع الكتف من فوق يعني كله بلتقالوا حل هلأ بنشتغل لآخر الدور هلأ منقيم من هون قطبتين واحد نحزف هلأ القطب التاني هلأ عطول الطرف التاني بيكون مثل الأول يعني نفس الشغل بنكمل الدور هلأ أنا بدي اشتغل بدي روح وارجع أربع مرات هدول شغل عادي يعني ما فيهم لا حفر ولا زيادات هلأ هلأ مشان حفرة الكتف طبعا كنت بنشو الحفرة الكتف من ناح الحفرة تحت القبر يعني من هون هدول ما بنقدر يعني كلن نختمون نعملو ثلاث أقسام بنختمون على مراحل مشان يطلع متدرج هيك يعني متل هيك ومنو الحفرة الأبة هاي بتكتمل يعني بصير أطول أما إذا أجينا وضغري ختمنا هون يعني هالمسافة هاي من هون لهون بنخسرها بتطلع الأبة شادة بدنا نعملونا على ثلاث مراحل بنبدأ أول شي بنختم أربعة و بنكمل الدور هلا بنوصل بالدور للآخر و بنحزف أربعة كمان و بنحزف أربعة و بنحزف أربعة و اللي بيضلوا بالآخر كمان بنحزف أربعة و بنخلصنا الجزء التاني من الكتاف هلا هون بقيان قططين بنساويون بنرجع بنحزف و بنختم بنختم القطع بصير الدور قصير بصير دغري بنخلص هلا بنرجع من قيم هدو بنحزف أربعة ونكمل الدور للآخي هاي واحد انتوا قد ما بيكون معكن قطب بالآخي بتقسموهن ثلاث اقصام يعني اذا كنتم عم بتعملوا كنزة للكبار طبعا الكنزة تبعيد الكبار تقريبا بيطلعوا على الكتاب بداشي ثلاثين قطبة بتقسموهن عشرة عشرة بتعملوهن كمان هيك بنفس هالطريقة ثلاث مراحي هلأ برجع بالدور وهدول بقي يعنين هلأ بختموهن كلون مع بعض وبنقطع الخيط بيبقى لنا هلأ شغل الابة والآخر شي بنختموهن وبنقطع الخيط متل ما قلنا بنختموهن بقطبة الويش يلي هي عبارة عن اللفة لفوق انا هون بعمل قطبة زيادة بشا ما يكرر الشغل ومنقطع الخيط منهن اشتركوا في القناة